نجع بقى نتكلم عن الاهلي لان عندنا كلام مهم جدا عن النادي الاهلي في الساعات اللي جاية النادي الاهلي عايز اقول خبر مهم جدا وانا قلت في بداية الحلقة انا عندي خبر مهم جدا عن مباريات الاهلي في البطولات الافرقية تم تحديد موعد مباريات الاهلي الرسمية في الجولة الرابعة المؤجلة امام شاباب بلوزداد والجولة الخامسة امام ميدياما الغاني والجولة السادسة امام يانجي افريكانز التنزاني انا بقول لكم خبر رسمي مش بقول اجتهادات ولا بقول وجهات نظر اتجاه لتحديد الموعيد لا الموعيد دي خلاص رسمية الاهل وشباب بولزداد الجزائري في الجزائر عام لعب خمسة شولية يوم الجمعة 16 فبراير ده معاهد رسمي لمباراة الجولة الرابعة المؤجلة مع شباب بولزداد الجولة الخمسة مع مديامة الغاني في مدينة كوماسي يوم 23 فبراير يبقى بالتالي الجولة الرابعة والجولة الخمسة الاهل هيطلع مباراتين خارج القاهرة في الجزائر وفي غانا اعتقد ما بين المباراتين مش هيبقى فيه مباراة في الدوري يعني اعتقد بعد كاسو الامم الاهل مش هيلعب في الدوري الغاية 23 اتنين المباراة التانية او المباراة الستة يعني الجولة الاخيرة تم تحديد معادها رسميا في القاهرة قدام يانجا افريكانز يوم 2 مارس يوم 2 مارس وبالتالي دي موعيد مباراة الاهل المتبقية في دوري المجموعات بدوري اطال افريقيا شباب والزاد 16 ميدياما الغاني 23 ويانجا افريكانز تانزاني في القاهرة يوم 2 مارس 2 ثلاثة